ماذا تفعل في الحالات التالية؟ أرى المرأة المسلمة جاء وقت الصلاة تركت المطبخ تركت كل شيء وأرادت أن تصلي الصلاة في وقتها وهي تصلي خافت على ابنها الصغير من الأذى ابنها الصغير أراد أن يمس الكهرباء أو أن يمس شيء يضره ماذا تفعل؟ هل تبقى هكذا مكتوفة الأيدي وتصلي؟ والخطر قد يمس ابنها؟ ماذا تفعل؟ وهي تصلي إذا استطاعت أن تتحرك حركة يسيرة وتبعد ابنها عن الأذى فلتخط تلك الخطوات اليسيرة ولتكمل صلاتها ويجب عليها أن تقيد ابنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب إذا كان يصلي وشف حية وعقرب هو يصلي يقتلهم كذلك الخطر يريد أن يبهت أو أن يدهم ابنها فإنها تتحرك الحركة يسيرة وتنقد ابنها وإذا كان الأمر استدعى حركة كثيرة وأن تنحرف عن القبلة تخرج من الصلاة ويجب عليها أن تنقد ابنها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر